تعالوا بقى نبتدي معاكم سلسلة أخبارنا والموضوعات اللي عايزين ندردش فيها مع بعض النهاردة وطبعا لازم تكون البداية مع لقاء الأمس مبارح طبعا كلنا تابعنا المباراة اللي تعادل من خلالها الأهلي سلبيا مع فريق الإسماعيلي في مباراة يعني أشبه ما تكون باللقاء الودي يعني تعتبروا انتم تتفرجوا على ماتش ودي كده الحقيقة لكن كلمة حق برضو لازم تتقال أكيد زي بقية الأهلوية أكيد كلنا مش مبسوطين لا من الشكل ولا من الأداء لكن يعني تجاوزا هنقول ان احنا مبسوطين باننا بنكسب عناصر مميزة عناصر جديدة وشبة ودماء جديدة بيتم ضخها في الفريق الأول للنادي الأهلي زي ما شفنا مبارح كان مصطفى شبير في حراس المرمى متقلق وكذا عنصر الحقيقة من الشباب اللي هيكونوا مكسب كبير لنا في الموسم الجديد بإذن الرحمن أما سوارش فأتمنى ان يكون يعني بيتعامل مع بقية المباريات الفضلة من منطلق التفصيل اللي كنت بكلم مع حضراتكم فيها من شوية ما قلت لكم ايه وقلت لكم احنا عايزين نتعامل مع اللي بيحصل حاليا والمرحلة الرهنة اللي احنا فيها كفترة إعداد واختبار لعدة عناصر لأن ده الحقيقة التفصيل الوحيد اللي ممكن نقبله ونتعامل معاه لأنه يعني فيه شيء من المنطق أتمنى يكون سوارش ماشي في نفس التراك اللي احنا كمشجعين ومحبين للنادي الأهلي ماشيين فيه وعموما أكيد عندنا برضو أرجع أقول عندنا كلام كتير قوي عن ماتش امبارح هنتكلم فيه في الفقرة الحوارية الأولى